مشكلة مستشفى المقاصد هي مشكلة قديمة وهي مشكلة متراكمة متراكمة عبر السنوات لكن كان المستشفى مدبر حاله بالاقتراض من البنوك بصبر عليه الشركات بصبر عليه الموظفين لكن تفاقمت الأزمة في الأشهر الثلاثة والأربعة الأخيرة لأنه عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية بسداد فتورة العلاج للمرضى المقدمين محولين من وزارة الصحة يعني الفتورة حاليا وصلت حوالي ديون تقريبا 50 مليون شيكل يعني لا يستطيع المستشفى الاحتمال بالإضافة للطابع الخيري للمستشفى مستشفى المقاصد فيه حوالي اللي بيعملوا في المستشفى حوالي 720 موظف السبعمية وعشر موظف فيهم حوالي 60 طبيب اختصاصي وفيهم حوالي 80 طبيب في مرحلة الاختصاص وفيه حوالي 25 طبيب امتياز عنا حوالي 300 ممرض وممرضة المستشفى فيه 250 سرير فيهم حوالي 70 سرير للإنايات المكثفة احنا بدنا حل الجدر